موسيقى 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 في أي شخص يومه القهوة فنيان من القهوة وكل يعني ممكن الدلة والفنيان وريحة القهوة هذي كلها لها معاني معينة وترمز لأممكن صفات معينة. اليوم راح نتشعب هذا الموضوع ونرجع ل أهمية القهوة قبل كانت سابقا نستعد أفاطمة. نعم القهوة هي شراب عربي في البداية يعني ويقال إنه أصلى الحبشة يعني راعي من رعاة الغنم شاف هذا الهوش أكرمكم والله الحيوانات تاكل من هل الشجيرات فتنتشي وترقد وترتاح يعني ويكون درها الحريب حتى أكثر فعرفوا إنها يجربوا فطلعت إن القهوة يعني هي الشراب لها. وأيضاً يوجد قهوة في منسر لانكا وكذلك قهوة أفريقية. أدواء فعلاً نعم والهند وهذه الدول كلها تنتج القهوة. أما دولة الإمارات لم تجرع القهوة يعني لكنها تعشقها كشراب للقهوة وأهميتها في حياة ابن الإمارات هي رمز للكرم عندنا والدليل أن عملة الإمارات الدرهم توجد عليها الدلة وهي رمز لهذا الكرم. وحتى في دولة الإمارات توجد يعني قوانين مرتبطة بهذه القهوة يعني قوانين تعتبر سارية يعني عند القبائل عند العرب عند القهوة ليست مقتصرة على أصحاب البيت بس يعني أي واحد عبر سبيل طايف والناس عندها مثلا في الخيام أو بيوت القيض أو غيرها لا بد أن تكون القهوة حاضرة موجودة في الموقت يعني أي عبر سبيل ممكن أي يمر ويشرب من هذه القهوة يشرب القهوة القهوة لها قوانينها يعني شارب القهوة ليشرب القهوة حتى لو ما دق باب ولا ما قال هود وشرب من هذه القهوة لها قانونها يعني صاحب البيت إذا ما دام حطت دلة وحطت عليها الفنيان يعني أنك أنت تفضل إشرب أنا ما موجود كلمة جميلة قلتها سيدة فاطمة يعني قبل ما ننتقل في محورنا يعني نعدي هذه الكلمة كلمة هود أنا دائما نحب أركز على هذه الكلمات الجميلة عدنا هذه الكلمة يقولها الشخص اللي بيدخل بيت فلان فيهود نقول نعم يهود وهذه الاستئذان يعني ما في حد نقول صح نقول إن البيت يندخل من أحبابه ما يندخل من بابه لكن هي رمز عن المحبة والابتسامة والكرم لكن هو كلمة هود كان أول ما في كهرباء ما في جرس مدرم ممكن يستئذن أو غيره أو تليفون موعد كان كلمة هود هود إيه الجواب من الداخل ويهدى حتى الكلمات جميلة فيها نوع من الهداء الهداء يعني الهدوء والراحة النفسية ويليها السلام بعد ذلك السلام عليكم والسلام طبعا من أسماء الله الحسنى واسم يعني جميل فعلا يعم فيه السلام والأمن على أصحاب البيت وعلى القادم إلى هذا البيت نعم وكان نقول إن الرائي اللي ساير على الرشاب واللي ساير على مكان يعني في دابة في الصحراء يشم رائحة القهوة من هذه البيوت والخيام الموجودة المتناثرة ما كان أول في ستاربوكس أو مقاهي أو غيره فكانت هذه هي الملاذ فعلا يعني ولكن السلام فاطمة يعني يمكن حتى الجيل الحالي لو راح لستاربوكس وهذه النواع يمكن القهوة اللي دي دخلت في حياتنا نرجع للقهوة العربية مذاقها مختلف جدا ونشوفين معظم الشباب الآن أيضا لو راحوا وغيروا ويرجعوا للقهوة العربية ويعطيك وخاصة إذا وضيفت لها التقنيد الصاح وطبخة على اليمر وعلى الضوء فكلها على بعضها بعض هي مشروب يعني منعش مشروع تراضي مشروب يعني تجول فيه الذكريات مجرد ما شم ريحة القهوة اتيك ذكريات أصحاب وأصدقاء وخلام مروا عليك واحتسيت معهم هذا الفنيا فعلا يعني أكيد تفاصيل كثيرة وذكرتها في حوارة أستاذ فاطمة لكن يبالها تفاصيل راح نناقشها إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم خالوا محمد شو أخبارت؟ الحمد لله اليوم أكيد نتكلم على القهوة إن شاء الله وأكيد تحبين القهوة ما في حد ما يحب القهوة لازم نحبها القهوة مرة حتى يوم نطبخها نروح ريحتها بس تشتك الراس يا سلام تشتك الريحة بس الريحة وإنت صايم يا لسي سوي القهوة قبل لا تشربها بس انت صايم كن نكشار بنا فعلا إن شاء الله الريحة هي الريحة هي الريحة القهوة هي نشعر براحة سبحان الله فالقهوة قبل الله خالوا محمد يعني كانت هل ممكن قالت سيدة فاطمة أنه ما كانت موجودة عدنا يبونها منبرع يبون منبرع لك أنه عقب وردية منبرع أول مرة يصرفوا كيف كانوا يصرفوا؟ اللي حار يملك بارهم والبار يصرفوا كان هاد لو حبي شوية الشعير قلوا حطوا في حبة مسمار المهم فاح من الدلة شربوه فاحتك راسم حطوا التمرة وشربوه وفعلا لنآن نسمعنا في قهوة الشعير نسمعنا في قهوة الشعير ونذوقها أحياناً وتكونش فوي طعمها مختلف نقليها نقليها وتستو مرة قهوة عربية يا سلام والقهوة هاي والتمر هاي ما اللي نوى هم نوى التمر نوى الطعام احنا نقول بعد نقليه وندقوه وندقوه بعد نسوي نعي وانا نضيف عليه اللي كاما وضيف عليه يا من عندنا حبة هيل حبة مسمار وكالي وشربنا شربوا خاطرنا وشرب اللذية وشرب والحمد لله والدلة دايم مدفونا باليمر عشان تكون حرة وشف done الآن مرة والذية شرب من الدلة يا سلام من كان جارش ومن كان غريب ومن كان ملك هذا الدلة دايم موجودة هاي دايم موجودة التمر والدلة موجودة الذي طاف شرب يوم زيادته عمل غيرها واللي كان يرافق القهوة دايماً التمر التمر شيء اساسي مع القهوة هياhyه language نشي التمر اساسي مع القهوة لازم تسوي الطعم لها حلو نكة القهوة لها بالتمرة دون شي ما ما تعباتي لها نكهة نكهتها وايد حلوة بالتمر هل لن التمر سكر والقهوة تكون مرة شوي فالطعم يطلع لازم لازم يجي حلو ودك تشتهي جاي متعبان من البستان من هاي من عابل ومتسوي كل شي يثريت حرم القهوة مقندتنها يلا سبوها على التمر والقهوة اللي ينخلص الهايك الذي يطوف سقها الذي يطوف سقها ومزر بطنه ويلس من القهوة يا سلام والغريب يطوف يشرب القريب يطوف يشرب وهذا دلت القهوة دايم موجودة والفحام موجود حوليها عشان تكون دافية دون طيب خلو محمد متى كانت الحرم تنشو الصباح وتسوي القهوة من الساعة خمس يعني اللي عرفة إذا اليارة ما سمعت أو ما شمت ريحة القهوة ريحة قهوة ثيارتها من الساعة خمس السمع المنحاز ترن الدق القهوة نشو لش انت نشيت وهذه كما نشيت نشيت طبعا خالو قبل الحرمة أو اليارة ما سمعت يارتها الدق القهوة الصبح وما شمت ريحة قهوتها الصبح ما قامت عرفت انها ما قامت أو مريضة هي أو مريضة أو سايرة بكان ما بستعدها سايرة ليبل السيح ولا هذا تم القهوة ما شوتها اليارة هاي عادت شو وتنطال جيران هالثانين تنطال لينه أبو العيال مال الحرمة هذي كل ذي ومن الصبح هذي الحرمة اللذي سوت صارت شلت لها الهاكل تمر وشلت الدلة وصارت لينه ريال بالنخل والقارص وشلت لها بالنخل وريقته وذي كل يوم ما هي ريوق هذا ريوق نتوافس الموجود بسيط كان ريوق الموجود بسيط وريقته وهي وقهويته هاتت الحطب على يديها وهاتت الشي عاتت بس هو غدا وهاتت حشيث للغنم والدبر عمرها الحرمة مات دايم ما يالسة والعيال موجودة يعني القهوة والعيال موجودين بالبيت والشي ما تقوها خدامة ولا هاتتشيلة كل شي مدربة عمرها واللي نلاحظة يعني خلو محمد وسعد فاطمة وخلو الشيخة على الله انه يعني الشخص قبل كان لو ما يتريق مجرد ما ياخذ تمرة او تمرتين او ثلاثة فرد تمر ويشرب فنيان قهوة بالنسبة لقوة خلاص خذ قوته بدأ يشتغل خيل صار يشتغل بنشاط هسار زمن للفندال لين الضراء لين البر لين الشي كل شي عابل الريال بالنخل فعلا فعلا لا ني الظهر شاف غدا زهفة او شغدا زهفة شوية مالح ولا شوية صحنا ولا شوية صالونة تبيض من الحين البيض نتريقوا الصالون الحين اللا يسوي صالونة لين الغدا يتغدوا والله خالو محمد ذكرتنا بالأكلات الجميلة تقول السابو وتقول يتريقوه وتوز زمن اول هي يعطيت الصحة والعافية طيب خالو شيخة على الله يعني القهوة انواع اكيد فشو هي انواع القهوة سابقا القهوة تقليها يعني بغي تقليها نوعين نوع سويها صفرة شكل ذهبي ونوع تبيها اسود شوي اغمد يعني شكل السودة يقولون هاي قهوة سودة او هاي قهوة شقرة صفرة يعني تقليها خفيف شوية يعني ما وايد حمرة يعني تسود من تحمر بس هاي تسوي حمرة وتقليها شوية تسوي غامجة اسود القهوة نوعين ودخليها تصبح على الضو اللي كل ام الاولين يطبحها على الضو وبدلها ما شبه ما شكلها الدلال شبه اسمها شبه ذهبية الذهبية اللي تكون يعني معدن 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 هي ذهبية يعني يحطوها على الفحام وتتم تطبخ الدلة وراء القهوة تلقيمة بسو ثلاثة دلات دلة فيها التلقيمة ودلة فيها شو هي التلقيمة خالر قبل ما نتحدث تلقيمة اللي نلق من القهوة هي هاي تتحدر تاخذين تلقيمة اللي هي كمية القهوة هي اللي تنحط في الدلة في الماء هاي كل ما يفوح على الفحم ونحط التلقيمة من القهوة نسميها تلقيمة وعقبا ما تصفي وتطبخ هيني با ليفه من النخل نضيفه ونشخلها من الدلة هاي للدلة الثانية هي قاوة الحين في مشاخل طبعا قابل ما شخلها أول ما شباي سبحان الله، كانوا يأخذونها من أجزاء النخلة، والقليف النخلة، موجودة دائماً للضيف، حتى اليوم بتسير بيت حتى في نيان قهوة ما أعطوناه القهوة، لازم تنوجد صحيح، لو بالغلى شروحة يعني ديك اليوم يوم غلط، لهياها موسم غلط، والبيت هنا يسووا يعني يشعير، يسووا من مال الطعام، مالنخل يعني يستوي قهوة باع كل نوع شي طائع، ويأت القهوة من سيلان، ويأت من اليمن، ويأتنا من الهند، أنواع القهوة وشو كان أجودها؟ أجود من سيلان، سيلان، سيلان أجود قهوتهم، ويأتنا القهوة شو الفرق؟ هل بالطعم؟ بالطعم، بالطعم وريها أحسن، القهوة السيلانية، أحسن قهوة ويطبخ القهوة لازم موجودة في كل بيت، للضيف، للغريب، للغريب، للريال، لو الحرمة موحة، لازم تلش الفجر الصلي، تسوي في نيان القهوة يجب أن تكون موجودة شيء أساسي، والتامر محطي، تحط لي التامرة، والقهوة له ياخر لي فنيان، وفرد التامرة، فردتين، وشربوا سهر، خلاص يتوكل، يتوكل، له ما يتريق، هاي سدتوا القهوة، وقلتي خالوا شيخانا فيه أنواع للإدلال؟ إدلال، شبه، يسمهم شبه، شبه؟ هاي، ذهبية تحطيهم على الفحم، ووحدة يصبوا فيها يوم تبرد، ردوها خلوها بعد، بضوء على صوب، يوم فترة تفتر، ما فيه شي شيء، ما شروحين مبنفسة الحين تحفظ الحرارة، تبرد، تبرد، والفحم دوم عندهم بالموقد، فحم الصمر يتم، ما يموت بسرعة، يسوى فحم الصمر وخلوه، طبخوا منه القهوة، وقب حطوا دلال اللي حول الفحم، بالبرد، صبوا على الرياي الوظيف اليين هم، وردوا حطوها على الموقد، على طرف خيمة، تسوينوا اللحوش، خلوها على زاوية، اللي الطوخ قاعد يشرب منها، وهي على الفحم، تامة يعني، ما فيها شيشة فعلا، فالتم حارة حتى يعني يشربون منها كل وقت، ترجعون منها كل وقت، والتمر يلثوبها حولي، كل يوم يعني صعيبة، ما شكل الحين، الحين الحمد لله دلال بشيشة، والدل وقت ما بغيت يسويتها على الغاز، صح، كان أول بالفحم، تامة بعد هي فحمة، هيا الفحم الصمر ما يندمر، موني التمر وأكيد القهوة كان لها يعني أساسياتها وآدابها، وطريقة صب القهوة، وكل هذه الأمور اللي لحد اليوم يعني موجودة عندنا، وممكن يعني أي شخص عندنا ما يعرف السنع في صب القهوة أو حتى في مسكد القهوة، هذا يعتبر عندنا يعني خطأ فادح جداً نعم، فادح ولا يغتفر بعد، ويام الأجيال القادمة، أستاذ مريم يعني الأجيال الماضية، لما كان يصبوا في خطأ بسيط، سواء كانت بنتة صب لأبوها أو يدها أو ولد، كان عادي أنه ينصب لها في نيال القهوة في ويها موحام، وهو حام، لأنه من شدة حرصهم على التعليم، يبقوا التعليم السنعي يستمر من جيل إلى جيل إلى جيل، فعلاً، والله لحد الآن يداتنا بهذه الطريقة، سبحان الله يعني يحرصون إذا شافوا الغلط، يعصبونه، يعصبونه، ما يقبلون، نعم، فنحن فعلاً حريصين أن حتى الجيل الحالي الآن يعرفون هذه العادات، وهذا السنع الإماراتي في صب القهوة وتقديمها حتى يتم ويظل لأنه هويتنا، نعم، هو هوية، وبعد هذا هو يعني شيء نعتز فيه، صراحة، مثل ما قالوا الخوات، ما قال صلاة الأخت عايشة ببرشيد المحمد والأخ شيخ الله، الموضوع القهوة مسموم بشراب فقط، هو كرم، يعني لو يحطوا لجميع أنواع الأكل والفواكه، ما صب له فنيان قهوة، كأنه مات قهوة، كأنه ما أكل شيء فيها البيت، يقول يالله حتى فنيان قهوة عطبي معطاني، يعني هما هم الأكل، عطبي، شو العطبي خالب؟ العطبي اللي هو فنيان الفاضي بدون لا تمرة ولا غير، يسموه فنيان عطبي، يعني حد يقول عطبي، حد يقول عطبي، اللي هو خالفة فقط، ما يكفي، هل من العتاب، من العتاب ولا ما يخصه؟ نعم، يمكن يكون من العتاب، يعني عن تقريبك الخاطر، نعم، يعني دلالهم ثلاث تقريبا، العودة يسموها الخمرة، هذه التم على الضو دوم فيها الماء وهي تغليوة حرو، ويوخذ منها الماء الصافي، ويضاف إلى الدلة الوسطى اللي هي التلقيمة، تلقيمة مثل ما سألتي وما احنا جاوبت، ومعالي اللي يحفظهم، يضاف من القهوة كميات، خبرت رأي البيت ولا صانع القهوة، هو يعرف دلت كم تستحمل من التلقيمة، تستحمل مثلا فنيان واحد ولا فنيانين ولا ثلاثة، قدرت القهوة اللي هم يحبوها، على حسب حتى حجم الدلة، حجم الدلة، وحب صاحب البيت، إذا خفيفة، خب فنيان واحد، لكن إذا أحب هذا الراس الكيفة للقهوة، ثلاثة، فعلا، في بعضهم يحبونها خفيفة، والبعض يحبها ثقيلة، نحن نقول الحمسة تكون خفيفة، مثل ما قالت أم علي، والحمسة الغامجة اللي هي السودة، والبعض أيضا يحب القهوة الصفرة، والبعض يحب القهوة التاكن البنية أو السودة نقدر نقول، نعم، وينضأ من عقب من الخمرة، هاي تم دوم على الضوء، فيها القهوة، تطبخ، وكذلك يصب عقب في المزلة، مثل ما قالوا حطوا ليها لها، يسموها أقد دلة، المزلة، الليفة النخلة، الليفة النخلة، يحطوها هنا في المقدمة، ويصبوا عليها القهوة، وتكون صافية، عندهم من العيب إذا السرسب هذا بقايا القهوة في الفنيان أو شاء، يعتبر يعني قهوة غير صافية، صافي، سرسي سموها، أو حذل، في بعض المناطق يسموها سرس، أو الحثالة، ظني، حثالة القهوة، يعني هو بقايا القهوة، نعم، لني سمعت هذه الكلمة فعلا، نعم، هي بقايا القهوة التي تم تحت، لكن لا تنطلق إلى الفنيان، يعتبر من المعيب أن يكون الفنيان في حثالة القهوة، واليوم ما شاء الله في هالبرنامج، يرستنا، فاحت ريحة القهوة تفوح، فعلا، طبعا، أستاذة فاطمة، يعني اليوم مع تمدين علاج نشوف بروتوكال القهوة، صب القهوة، كمية القهوة، يمكن حتى يعني من الأشياء اللي كانوا يدققون فيها قبل أن كمية القهوة تكون قليلة جدا، ما تكون يعني كثيرة بالفنيان، فهذا اليوم احنا مع تمدين علاج نشوف تطبيق عملي، إن شاء الله بابن الله تعالى، طبعا مع رايحة القهوة كل شي يحلع، طبعا، نشل اليوم الدلة، ودائما في العادات والتقاليد تكون الدلة باليد اليسار، والفنيان هو باليد اليمين، والفنيان هذا فيه شرف، يعني هذا الفنيان فيه بعد قيم لي، يعني الفنيان هذا يقول لك ساعات تنحل في مشكلة قضية، يعني من عادات القهوة إن في بعض الأحيان إذا أنا صبيت للضيف الفنيان، والفنيان يوطى، الضيف اليهين يوطى الفنيان، هنا على طول أعرف إن هذا الضيف عنده هدف ما، يعني عندي لحل مشكلة معينة، يعني ما يشرب الفنيان، يوطى الفنيان؟ إذا وطى الفنيان يعتبر صاحب البيت أو اللي قاس ظن الضيف، لو كانت قضية باسمنا عليكم فيها ما كانت من قضية قتل أو غيرها، يقول له اشرب فنيانك، أنت سلمت يعني خلاص، أنت وصلت عندي، فتنحل قضايا كبيرة لا تحلها، يعني الأكبر منها بفنيان قهوة. عظيم هذا الفنيان، عظيم. نعم، ساعات يقول لك فنيان الضيف، فنيان الكيف، وفنيان السيف. فنيان الكيف، أول واحد اللي يشربه تصانع القهوة، مثل ما الحر ما تشرب أول ما تسوي الفنيان في بيتها، ومدوقها، وتشوف مرارته، وحلاته، وريحته، وتقنيدته. هذا فنيان الكيف. كذلك، هذا الكيف، يشربه هو ويتكيف منه هل هو زين ولا لا، كذلك، الريايل عندهم ما لا صاحب البيت يسوي، أحياناً يكون ريال متخصص مهنتهم قهوة، هو من يقوم بصنع القهوة، فكان يتحقق من الفنيان الأول، والثاني فنيان هو للضيف، أنت تعطي الضيف شربه، ولا الضيف غطاء، تكرم في ضيف، نعم، والفنيان الثالث هو السيف، يعني هو الحد الفاصل بالخيار، يعني خلاص، ما بيشرب عقبة، ثلاث ثنايين اللي هين مهمة جداً اللي يشرب هالضيف، إذا شرب أربعة، خمسة، يعتبر من المعيب عليه، إنه كيف طلب ثلاث أربعة ثنايين وزيادة عن القانون، فيترين لحد ما يعني الكل يخلص وكذا، وينزله الدل، عقب ممكن إنه يشرب مرة ثانية لما تدور على ضيف قادم، أو إنه صاحب الميلس طلب قهوة، فهذه الأمور كلها، ثانياً أنا الحم براوي لبناء عياننا ومشاهدينا الكرام، نعم، حدث ثلاثة، فالحين بنراوي المشاهدين كيف يصب بيد باليسار، الفنيان باليد اليمين، وكذلك من العادة أن لا يكون الفنجان به كسر أو به ثلم أو في غير، يعتبر إهانة في حق الضيف، لازم يكون سليم، والتشيك ما يكون قدام الضيف، يكون مشيك عليه قبل لا نبتدي في صب القهوة، جميل، لكن إذا نصدم استاذ فاطمو، ويشعف إنه في كسر؟ يغير فيه فنانين بديلة، يغير فيه فنانين بل يكون ذكي عنده حنكة، فنصب هذه القهوة، نصبها، عندما نصب القهوة، طبعاً في القانون البراويكم يمكن يكون في الفنيان الشفاف أحسن، شوف الفنيان يكون، يعني هذه الدقة، هذه الدقة أنا نهاية، عشان بقايا القهوة اللي موجودة، ما تنصب على ملابس الضيف أو على ملابس اللي يصب القهوة، لازم هاي لها صوت يترنم منه صاحب الميلس، ويتنومس، نحن نقول يعني يرتاح نفسياً أن صوت دلته، يعني وصل للآفاق، أول هذا الحين دلات بلاستيكية، لكن الأول مصنوعة من المعدن، أو مصنوعة من النحاس، كانت ترن، ترن، نحاس كانت فيه أنواع يعني معروفة، عائلات تشتغلت في النحاس، يعني دلال رسلان معروفة، صناعات سورية فيه، وكذلك الدلال اللي هي أيضاً موجودة، عندنا في الإمارات دلة متخصص سياسية أو نهيانية، وكذلك كثير من أنواع الدلال المختلفة، أنا براويكم بس بالفنيان الشفاف، نعم بالشفاف، ولو إنه فنيان مخالف للقيام والعادات شوي طويل، ولكن نشوف كمية القهوة، نعم هذا ما يصب هو أسفل النصف، يعني هذا مشاهديننا في قناة الشرقية ضيافتنا، تكون حسب الأصول والعادات والخيم، التضريحة لك القهوة، ها شميتوها الحين، والقهوة يقال لك القهوة ما بنصبها بس، بعد منقلاها، يعني قلي القهوة لي بعد قانونة، يعني مثل ما قالوا الخوات اللون وكذا، وغير هذا القهوة لها معدات، مثلاً عندنا القهوة، القهوة ما من المول من شراني، نعم، ودارنا في السوق ونقاني المول من قلاني، ها، قلية القهوة، القهوة عندنا فيها تاوة، أو يسموها مقلا، وليها محماس، وليها ضروري لها والرشاد والمنحاز، صوت الرشاد هذا، بروحها، يخبر الناس أن القهوة في هذا البيت زهبت وجهزت، تعالي شرم، عادة يطلع ريال من مسيط صلاة الفجر، وسمع صوت، يعرف دقة راعة بيته، سمع هذا الصوت، عرف أن قهوته خلصت، هي تعلن للجميع أني أنا من هوائي، من صوت المحماس أو من صوت الرشاد، من صوت الرشاد، من صوت الرشاد، من صوت الرشاد والمنحاز، مثل الدقة دقتين على جن، في بعض العائلات، ثلاث دقات وعقب الدق في الوسط، سنوة حجية، يتفننون، كانت تدق القهوة، والناس تهتدي يوتي على دقاق القهوة، من الرشاد والمنحاز، وريحة القهوة تفوح، يعني هناك مؤشرات، تعلن أن هذا البيت مستعد لاستقبال بالضيف ولو الفجر، يا سلام، طيب، يعني خلوم محمد، القهوة لها آدابها، ولها يعني مثل ما قالت استعدى فاطمة اليوم القهوة، أو حتى سابقاً، كانت لها آدابها، كيف يمسكون القهوة، كيف يمسكون الفنيان، من اللي كان يصب القهوة بالعادة، يعني في اليالسات، وإذا أخطأ هذا اللي يصب القهوة، وشو كان يسمونه، إذا أخطأ أيضاً في صب القهوة، كيف كان عقابة؟ عقابة لي؟ لازم الأبو ينازعه، واللي متنازع، تقولي شو يوم تقوم، للريال قوم واقف، أولي أن الحرمة تصب ويالسة، من شأن الحرمة ما تقدر الدور عليها، هو وهي هذا، لكن الريال لازم واقف، يشرب القهوة، هو واقف، وأصغر هم اللي يصب القهوة، ولا من اللي عنده محمد صب القهوة؟ أصغر، أصغر واحد، لازم تقلميه، مباس مودتنا، ما خلت مدارس لنا نعلم القهوة، والله يعطيها العافية، فعلاً، هي دائماً، ما خلت ابنا مكان، ما نصير مرة من الدبي وسائر، إلا نعلم القهوة، أنتو خير والبركة، الله يخليكم، أنتو فعلاً اللي تعلمونا اليوم، أنتو تعلمونا السنع الإماراتي اللي نحرص، الله يخليكم، أستاذ فاطمة دائماً تحرص، تحرص على نقل العادات والتقاليد، والسنع الإماراتي، لها جهود كبيرة حقيقةً، خلوعد، أنا عرف أن أنت حافظة كلمات جميلة عن القهوة، وهذه الأمثال الشعبية، والحكايات اللي قبل، كان يقولون، شو كان يقولون عن القهوة؟ تذكرين شيء؟ يقولي القهوة، قليناش، محلصة بابش بالفنايين، لو يستوي منش بعشرين، أحلفت والله، ما أخليش، لا أدوريش من سوق لسوق، ويبوا مرة من الصبوة عالية، يوم ما حصل شيء، قال شعيروا، قال يشربوا، لأن دار القهوة من الجبي والمكانات والشارقة، يتعنى القهوة، الآن القهوة امتدرت من كل مكان، من البرازيل، من الهند، من كل مكان يبوها القهوة، الآن، تهتريها، لا تقليها، صح، هنا رحنا بعدنا نقليها، هذه النقطة خالو، يعني الآن، ما شاء الله، في عندنا المحامس، والمحلات تحمسها، يتجهزها بالهيل، ما زالوا هم يأخذون القهوة، يحمسونها، نظرنا هنا بيتنا، ما نرضب هاي القهوة اللي نشتريها، نسويها، تحمصيها بروحنا، نقليها، نقليها بروحنا، نحمسها على، شو تخطوياها؟ نضيف عليها الهيل، 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 ترى الهيل المحمس، وايد يزيد القهوة حلوة ريحته، هي، دون ما نسوي هكا، ليه حطيتي شوية، تضيفي شيء بالدلة، وتضيفي فيها زعفران، على القهوة، على القهوة، في بعضهم يضيف المسمار بعد، المسمار، نعم، في ناس يضيفوا حبت المسمار، على حسب، وتختلف القهوة من بيت لبيت، تختلف على حسب، كل عائلة شو تحب كيف تشرب القهوة؟ تختلف من عائلة لعائلة القهوة، حدث ابوها غليظة، حدث خفيفة، حدث قهوة بيضة، ما واحد، القهوة كل واحد على سنع بروحه، على سنع، وهذه من الأشياء اللي نحن نعتبرها في السنع، FE سنع بالقهوة، والإعادات والتقاليد، حتى هيا سنع بالتقاليد، والقهوة وهذه من الأصل عليه دود thiابة، اه واشا تحفظين زيادة خالر cinch ها? ها، هنا ه Straße، فالتقال نسمع منك اليوم عن القهوة؟ أصل عليه دود هاي، تقول الماء، زيت اللي ما فيه يدن به، بعد ما أحد يدن به., هذا الكرب قال من أصل ليدود، قال له من المعيود، قال المعيود مووجد بكل مكان، لكن من أصل ليدود، تكتش الأصل للأصل للأصل، ومال السمك سمك ومال القهوة قهوة وكل شيء ينسوين وصير على أصلهم وحد منهم لا قال من الماجود الماجود الحين ما شارله متروس ماجود صحيح بكل مكان طبعاً القهوة كانوا يتغنون فيها قبل خالوا شيخة علي يكيد حوضة شيء بعد نبقى نسمع منك يقول أن الكرم وضيه ما شان عند الذي يعرف معاني يعني إذا ما عندك معاني وما كريم ما بتظهر للظيف وتقرب فيه يوم بيقول لك هود اللي كريم هدى هدى أبو يتفضل هدى يعني تعال قرب هكي يقول هود لكن أحد منهم لا يسكتوا كأنهم ما بالبيت ما موجودين قال عند الكرم وضيه ما شان عند الذي يعرف معاني يعني رعاة المعنى روحهم يصيحوا فعلاً هي القهوة يعني ما كل واحد يعني يا كريم ما كل إنسان يعني كل شيء ليه معنى كل شيء ليه معنى والقهوة كان لها معنى كبير في حياتنا حققتها ما ودي أختم هذي اليلسر اليوم وسوالفنا الحلوة وخصوصاً بريحة القهوة اليوم لكن كفيتوا وفيتوا بهذا الموضوع يعطيكم العافية خالوا محمد خالوا شيخها علي ساذة فاطمة المغني أنا بس بنوه لكل من اللي فيه ختام شرب القهوة لازم منهز الفنيان نقولهم مع السلامة وهزينا الفنيان وشكراً على الضياطة يعطيكم العافية وأكيد مشاهدين يلستنا اليوم جداً جميلة وميزة لكن انتظرونا في يلساتنا القادم المواضيع شيقاً رد فيها لحنين الماضي ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة